كتاب اليوم كتاب اليوم هو رواية خرائط إبتيه للكاتبة بثينا العيسى الرواية دي وزي ما هو واضح من عنوانها إنها رحلة في متاهة كبيرة قصة الرواية بتحكي عن طفل كويتي بيتوه من أهله أثناء تقديتهم لشعائر الحي ومع تطور الأحداث بنشوف إيه اللي بيحصل للطفل ده ورحلة الأبوين في البحث عنه وطول رحلة البحث من الكويت للسعودية لمصر هنلاقي نفسنا تهين في خرايط أعمق وأكبر من الخرايط الجغرافية لأن الرواية بتشاور على تيه الإنسان في الكون اللي بتحصل فيه حاجات أكبر منه ومن استعابه بتتكلم عن متاهة النفس وتيه الإنسان لما بيبعد عن ربنا سبحانه وتعالى وعن طريق الله بتتكلم كمان عن تيه الغربة والاغتراب بتتكلم عن السياسة وحقوق الإنسان اللي ربنا سبحانه وتعالى كرمه ولكن بعض الناس مصرة تتعامل معي على أنه سلعة لها تمن ببساطة الرواية مثيرة جدا ومشاغبة فيها كلام كتير أو يمسكوت عنه عمدا عمرك ما هتكون نفس الشخص بعد قراءة الرواية دي لأنها ببساطة هتفتح عينك على حاجات كتير جدا وعلشان الرواية كانت مؤلمة جدا في أحداثها بالنسبالي فالنهاية كانت مرضية ومنطقية جدا لو قرأتوها شاركوني رأيكم بالتعليقات ولو لا اقرأوها هتعجبكم واستنوني في مراجعة كتاب جديد والسلام عليكم